طيب هنروح لكرة السلة سيدات عندنا في النادي الاهلي خلاص احنا في 29 القادم اول بطولة لنا بطولة القاهرة وانتوا عارفين احنا زي ما قلت وضحت في الرجال هو نفس الوضع فيه السيدات المتحاد السلة بيسمح بلعب واحد او لعبة واحدة بقى في السيدات محترف طيب اللي بيقود الجهاز الفني كانت انطاري خير اذا ما حضراتكم عارفين طبعا حصل صفقات جديدة وانضمت النادي الاهلي كانت معانا مرال اشرف وهالا شعراوي وطبعا عودي الثرية محمد كل دول طبعا كانوا صفقات جديدة الحقيقة في النادي الاهلي نضم لنا كمان المحترفة جيمي نارد جيمي نارد دي اللعبة المحترفة الامريكية وصلت القاهرة وتم طبعا الاعلان الرسمي ودسورة كابتن خالد العودي بيوقع معها العقود الرسمية وعقود الاتحاد يمكن انها بتوقع بما بتيجي عقود انضمام ولكن ليست عقود الاتحاد توقع او ما توصل وزا ما حضراتكم شايفين الصور بعد التداءة قميص النادي الاهلي جيمي نارد من احد افضل اللعبات اللعبت في اكتر من دوري وهي لعبة بتلعب في مركز اتنين تلاتة واربع مركز تلاتة واربع ومسأله زا ما حضراتكم شايفين هي طويلة يعني كنت تقول كابتن خالد كابتن خالد طويل والحقيقة هي اضافة قوية ومزيتها ان هي بتلعب في مركزين ودي هيعمل مانوفر وخلي بالكم كابتن طارد خالد لما كان معنا قال كده قال انا عايز اخلي اللعب اللعبة عنده تلعب في اكتر من المركز عشان ما نوعانيش من الاصابات اخر الموسم يعني انت لو عندك لعبة كتير بتلعب في كذا مركز ده بيخليك تعمل مناورات في التشكيل وبنقول عليها مانوفر ان انت بتحط اللعب ده هنا لو لقدر الله لعيبه الصاب بتخلي لعيبه مش في مركزه وييجي لعب في مركز تاني فلازم كل اللعبة يبقى عندك واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة في كل الاماكت فكابتن طريخ خيري هو حتى ايام ما كان لعب كان بيحب نوعية اللعبة دي هو عايز اللعبة تبقى موجودة او اللعبات بيلعبوا في اكتر من المركز فعشان كده كان اختيار جيمي نارد اللعبة الامريكية اللي انضمت حديثا الف مبروك وان شاء الله ننتظر منهم الكثير باذن الله في القادم